بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة اليوم سنتحدث عن ظاهرة اختلاف الليل والنهر التي أشار إليها القرآن كثيرا كمعجزة إلهية تتجلى من حولنا في كتاب الله تبارك وتعالى يمكن أن نراها في كتاب الله وأن نراها في الكون وأمكن اليوم أن نراها من خلال هذه الصور التي تم استخدام الأقمار الاصطناعية والكمبيوتر لإنتاج مثل هذه الصور التي لا يمكن أن نراها في الواقع حقيقة انظر أخي الحبيب انتبه معي هنا الأرض هذه الكرة الأرضية طبعا قبل أن أبدأ هناك مشكلة لدى بعض الناس فيما يتعلق بفكرة الأرض المسطحة أي أن الأرض تكون مثل قرص دائري مثلا كهذا قرص دائري هذا الكلام أيها الأحبة يتناقض مع قوانين الطبيعة مع القوانين الفيزيائية القوانين الكونية مع علم الرياضيات مع طبيعة الأجسام أصلا في الكون يعني أعطيكم مثال عندما تسقط قطرة ماء قطرات المطر تجد أنها تشكل شكلا كرويا وليس مسطحا لأن الشكل الكروي يعتبر من أفضل الأشكال في الطبيعة وأكثرها تماسكا وأكثرها حفاظا على الطاقة حبات الرمل غالبا ما تكون شكلها شبه كروي خذ أي ظاهرة تجد أن الحالة الكروية هذه تناسب القوانين التي خلقها الله في الكون فأنا الآن أستطيع أن أخبرك بقطر هذه الأرض أخبرك بمحيطها بحدود أربعين ألف كيلومتر أخبرك بطبقاتها السبعة وكل طبق كم سماكتها أخبرك بطبقات الغلاف الجو السبعة أيضا وأخبرك بموضعها عن الشمس 150 مليون كيلومتر ولدينا أرقام لكل ما يتعلق بهذه الأرض قيمة الجاذبية تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 تقريبا كثافة الهواء احتكاك كل القيم الفيزيائية أنت تستطيع أن تستنتجها اليوم من خلال هذه الأرض الكروية ولكن بمجرد أنك قلت أن الأرض عبارة مثل قرص مسطح أنت خرجت أصلا خارج منظومة القوانين التي تحكم الكون والقرآن الكريم يؤكد في عدد من الآيات أنه سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وهناك آيات كثيرة تشير لكروية الأرض أيها الأحبة كلمة سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لا تعني أن شكلها عبارة عن قرص مسطح لا تعني يعني أفلا ننظر إلى هذه الأرض كيف مههدت أمامنا ليس فيها نتوءات ليس فيها فوهات براكين كثيرة مثل القمر القمر إذا نظرت إلى تضارسه تستحيل الحياة على ظهره الأرض ممهدة الأرض فراشة مهادة ألم نجعل الأرض مهادة الله الذي جعل لكم الأرض فراشا فكلمة سطحت هنا تعني أنها تأخذ هذا الشكل المسطح الممهد أمامك مهما سرت تجدها مسطحة حتى تعود من حيث بدأت إذن هذا الموضوع سنخصص عنه إن شاء الله لقاءات أخرى أنا الذي يهمني أيها الأحبة هذه الأرض تم تسريع دورانها بالكمبيوتر طبعا هذه الصورة كلها بالكمبيوتر على فكرة لأننا من الفضاء الخارجي لا نستطيع أن نرى هذه التفاصيل ولكن تم أخذ عدد كبير من الصور للأرض ومن كل الزوايا خلال القمر الصناعي وتم معالجة الألوان وحذف الغيوم لأن الأرض غالبا ما تكون مغطى بالغيوم لإظهار اليابسة والبحار فظهرت بهذا الشكل كما نرى أمامنا وتم تسريع دورانها فأصبحنا نرى هنا على اليمين الليل وهنا النهر والاختلافات واضحة اختلاف في الإضاءة بين الليل والنهر اختلاف في درجة الحرارة درجة حرارة النهر تكون أعلى من درجة حرارة الليل اختلافات كثيرة جدا تعيننا على استمرار الحياة تعيننا أن نستمر في هذه الحياة ونعيش بشكل هادئ يعني مثلا اليوم كان الجو حار في الليل أصبح الجو أكثر برودة أكثر يعني انتعاشا فاستمتعنا بهذا الجو وحمدنا الله سبحانه وتعالى وتمكننا من النوم بالليل لأن الجو أصبح معتدل أو يعني مقبول وبالتالي لو لا هذا الاختلاف مشكلة لا تستطيع النوم لا تستطيع العمل هذا الاختلاف في درجات الحرارة مهم جدا وهو يولد الرياح بسبب أن جزء من الأرض يكون مظلم والآخر مضيء أو مضاء بالشمس يولد اختلاف في درجات الحرارة تولد الرياح طيب الرياح لو انعدمت كارثة موج البحر سيتوقف الحياة البحرية ستفسد الغيوم لن تتشكل لأنها تحتاج لقوة رافعة وهي الرياح ترفع ذرات الماء جزيئات الماء إلى طبقات الجو لتشكل الغيوم والرياح لها دور في نزول المطر يعني كل الحياة ستتعطل إذا حذفنا الليل والنهر لذلك الله عز وجل يعني يؤكد في كثير من الآيات على معجزة اختلاف الليل والنهر نقرأ هذه الآية ولكن قليل من يفكر فيها انظر أخي الحبيب هنا أنا لدي صورة هنا كما نرى أمامنا هذه الصورة أيضا هنا غرب أفريقيا وهذه مثلا إسبانيا هنا المغرب وهنا على اليمين لاحظ هنا جزء من فرنسا ليل أو بدأ يخيم عليه الليل والجزء الآخر يعني ما قبل الغروب لا زال النهر ظاهرا هنا هذه الصورة نرى هنا خطا يفصل بين الليل والنهر وكأننا أمام خط أبيض هنا وخط أسود هنا وهذه الصورة نحن نتحدثنا عنها قديما وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فكأن الفجر يتركز بين هذين الخيطين يعني بين اليمين واليسار هنا الفجر ويتحرك هذا الفجر خلال 24 ساعة كما سنرى بعد قليل بما أن الأرض تدور فيتحرك هذا الخط هذا الخط أخي الحبيب الذي يفصل بين الليل والنهار يتحرك باستمرار على مدى 24 ساعة وكأنه يسبح هنا الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب العقول هذه الآية أخي الحبيب يخاطبنا الله بها ليس لمجرد أن نستمع إليها بل لنستخدم عقولنا ونفكر ماذا يحدث لو اختفى الليل والنهار ماذا يحدث لو كانت الأرض كلها نهار أو كانت كلها ليل كانت زمن كله ليل ستصبح الحياة كئيبة جدا على ظهر هذه الأرض لذلك لابد لنا أن نحمد الله عز وجل على هذه الظاهرة هذه الآية هذه المعجزة ظاهرة اختلاف الليل والنهار كل شيء مختلف من الرطوبة إلى الإشعاعات الكونية حتى الرياح الشمسية المجال المغناطيسي نسبة الأكسجين والكربون تختلف أيضا بين الليل والنهار كل شيء مختلف سبحان الله كل شيء مختلف هناك كائنات تعمل في الليل كائنات تعمل في النهار وهكذا إذن هذه آية يجب أن نتأملها الآن دعونا نتأمل بعض هذه الصور التي تعبر عن اختلاف الليل والنهار هنا الليل وهنا النهار ونلاحظ الاختلاف في الإضاءة في الحرارة في كل شيء تقريبا وهذه الصورة الثانية أيضا كما نرى أمامنا هنا على اليمين هذه الأمريكيتين على اليمين الليل وعلى اليسار النهار وأثناء حركة الأرض هذا الخط الذي في منتصفه الفجر يتحرك يتحرك باستمرار على مدى 24 ساعة انظر أخي الحبيب فسبحان الله يعني انظروا معي هذا الخط هناك لون الأبيض هنا أو الإضاءة الشمس هنا على اليمين وعلى اليسار الخط الأسود وفي المنتصف هو الفجر عندما يتحرك أخي الحبيب انتبه معي يتحرك على مدى 24 ساعة إذن أنا لدي اختلاف مستمر بين الليل والنهر هذه الصورة ثانية أيضا كل هذه الصور بالكمبيوتر على فكرة يعني أنت لا تستطيع أن ترى هذا المشهد على الواقع لأنك إذا خرجت خارج الأرض يجب أن تنتظر 24 ساعة حتى ترى هذا المشهد بينما هنا الأرض تدور خلال ثانية هنا فتعطيك هذه الصورة التي لا يمكن أن تراها أبدا عندما يتحرك هذا الخيط سيرسم صورة مثل هذه موجة يعني لو فتحنا الأرض هكذا الكرة الأرضية هذه الصورة للكرة الأرضية لو فتحناها سنرى أن هذه المناطق في لحظة معينة يعني هذه المناطق فيها نهار هنا وهنا الليل وعندما تتحرك الأرض فإن هذه الموجة تبدأ بالسباحة هكذا تسبح بهذا الاتجام مع حركة الأرض يتحرك الليل وكأنه يسبح والنهار يسبح معه لأنه يشكل موجة أنا هنا أود أن أتذكر معكم هذه الآية العظيمة وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يعني الشمس يمكن أن أراها تتحرك القمر يمكن أن أراه يتحرك أو يسبح طيب الليل والنهار كيف يسبحان إذن هذه سباحة الليل والنهار خلال هذه الموجة يعني نحن في لحظة معينة في لحظة معينة إذا التقطنا الصورة للكرة الأرضية ثم فتحنا هذه يعني سطحناها لتصبح هكذا سنرى الليل يغلف هذه المناطق والنهار بقية المناطق وإذا أخذنا صورة متحركة سنرى هذا يتحرك هذه الموجة نراها وكأنها موجة بحر تسبح لذلك هنا الشكل الكرة وللأرض هو الذي يحقق هذه الآية حقيقة وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون سبحان الله طبعا أنا لدي آية أخرى الله تعالى يقول فيها وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون البشر أخي الحبيب مهما وصلوا من تكنولوجيا لا يستطيعون أن يصرفوا شر هزة أرضية خفيفة خفيفة عنهم فتتخيل معي أن البشر لو اجتمعوا هل يستطيعون أن يغيروا نظام الليل والنهار مثلا لذلك هنا الله تعالى قال وله اختلاف الليل والنهار أن هذه آية خاصة بالله عز وجل لذلك هنا التفكر في خلق الله يحتاج إلى عقل أفلا تعقلون لذلك يعني أنا دائما عندما أتفكر في الكون صدقوني أيها الأحبة ليس لمجرد حب الاطلاع إنما هو استجاب لأمر الله الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار التفكر عبادة أيها الأحبة عبادة مهمة جدا التفكر ربما يكون من أهم العبادات لأنه يسمو بك بعيدا عن الأرض تنطلق بخيالك وعقلك باتجاه الكون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت القرآن أراد أن يرفعك إلى الأعلى أن يسمو بك لذلك بعض الناس سبحان الله ملتصقون بالأرض لا يريد أن يسمو بنفسه وروحه فلذلك التأمل والتفكر والتفكر في آيات الله وبخاصة إذا فكرنا بآية من آيات الله ثم تفكرنا بآية في القرآن تشير أو تتحدث عن هذه الآية الكونية فهنا تكون متعة وتكون عبادة عظيمة جدا أنا يعني حسب خبرتي وجدت أن الذين يتفكرون في الكون أكثر تسامحا وأكثر عمقا وأكثر تنظيما حتى في حياتهم الذين يهتمون بالحقائق الكونية والآيات الكونية وفي الأرض وفي الطبيعة تجد أن حياته مختلفة الشخص الآخر الذي يعتقد أن الدين فقط هو حلال وحرام فقط يعني هو ضيق على نفسه كثيرا ضيق على نفسه رحمة الله سبحانه وتعالى انظر آيات الحلال والحرام قليلة جدا في القرآن أخي الحبيب افتح أي سورة تجد أن معظم القرآن تفكر وتأمل أفلا تعقلون تدعوك للتفكر تدعوك للتأمل تتحدث عن الأرض الأرض ذكرت مئات المرات السماء ذكرت مئات المرات العلم ذكر مئات المرات بينما الخمر كم مرة ذكر مرات معدودة جدا الحلال والحرام كم مرة ذكر في القرآن تجد أن هذا يعطيك فكرة أن حياتك أيها المؤمن حتى تصل لتطبيق الحلال والحرام وتصل للخوف من الله وتعرف من هو الله يجب أن تتفكر في مخلوقات الله في خلق الله لذلك الله عز وجل عندما قال إنما يخشى الله أي الذي يخشى الله من عباده العلماء العالم والعلم هنا ليس فقط في الحلال والحرم لا العلم هنا يشمل الحلال وحرم ويشمل التفكر في خلق الله انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء تحدثوا بلغة التفكر في الكون وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين سيدنا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في أوائل النبوة أخذه الله في رحلة كونية إلى السماء السابعة الإسراء والمعراج أطلعه على هذا الكون لقد رأى من آيات ربه الكبرى فإذا هذا التفكر أخي الحبيب دائما هو مهم دائما يعرفك بقدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره فكلما تعلمقت وتفكرت في خلق الكون صدقني سوف تزداد يقينا وإيمانا بالله عز وجل كما حدث مع سيدنا إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لماذا وليكون من الموقنين إذن التفكر في الكون هو الطريق اليقين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموقنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق